اشتركوا في القناة في رأس مال الشركة العقرية سامباد الجديد في قطاع البعث العقري المعرض العقري باستراليا تفاصيل الاخبار مرحبا بكم في الاخبار العقرية صدور العدد 110 من مجلة تونس العقرية تعلن تونس العقرية المجلة العقرية الاولى في تونس عن صدور عددها رقم 110 الخاص لصائفة 2014 وذلك من الخامس عشر من جوليا الى الخامس عشر من اوت ويحتوي هذا العدد على 68 صفحة تتضمن مجموعة هامة من العروض العقرية المتنوعة من بيع شراء وكراء تتوزع على كامل التراب التونسية كما توفر مجال التونس العقرية مجموعة من الخدمات العقرية التي يسهر على ضمنها العديد من البعثين العقرين والوكلة العقرية ويتم توزيع هذه المجلة مجانا في اكثر من 160 نقطة على كامل التراب التونسية ومنها تونس الكبرى المونستير سوسا المهدية الحممات نابل القيروان سفاقس جربا وقريبا بنزارتا وبهذه المناسبة تتمنى لكم مجال التونس العقرية رمضانا كريما تمويل المشاريع العقرية بنك تونس الزيتونة في اطار دعم مؤسسات البعث العقري وتمويل المشاريع العقرية ضبط بنك تونس الزيتونة سيغة تمويل مرنة ومنائمة لاشغال البعث العقرية تعتمد اساسا على المالية الاسلامية وتحديدا على المربحة والمربحة تتمثل في وضع الموارد الضرورية لتمويل المشروع العقاري على ذمة البعثين العقاريين والتي تصل إلى حدود 70% من الاحتياجات المحددة ذمن خطط التنفيذ ويتم توفير المبلغ المتبقي أي 30% عن طريق الاموال الذاتية كما يتم تأمين سدد التمويل بوسطة منتوج عمليات البايع التي يتم توطينها لدى المصرف في حدود حجم التمويل الذي أسنده مصرف الزيتون وتتيح امكانية الامهال الفترة الضرورية لانجاز المشروع ووضعه للبيع وهو ما يمثل تحفيزا لمؤسسات البعث العقارية وتوافقا مع احكام المالية الاسلامية الترفيع في رأس مال الشركة العقارية سامبار قررت الشركة العقارية سامبار في انعقاد جلستها العامة الخارقة للعادة المناقدة في 27 من جوان 2014 قررت زيادة في رأس مال الشركة من مليون دينار الى 5.5 مليون دينار وذلك من خلال ادماج جزء من المدخرات الاحتياطية غير العادية وإحالة اسوم جديدة قدرت بـ 200 ألف سهم مع العلم ان شركة سامبار العقارية شهدت ارتفاعا في نسبة الارادات في الربع الاول من سنة 2014 بلغت 6.715 مليون دينار مقابل 758.580 دينار سنة 2013 وفي هذا السياق قررت الشركة ان تدفع لمساهمها ارباحا كمكافأة لسنة 2013 قدرت بدينار ونصف للسهم الوحد الجديد في قطاع البعث العقاري حرصا على مواكبة كل جديد في قطاع البعث العقاري وتمكين المواطن التونسي من مواكبة كل العروض الجديدة في السوق العقارية تصلت قناة تونس العقارية الضوء على شركة البعث اوكزاليس التي هي بصدد انجاز مشروع اقامة اوكزاليس العقارية وتتميز هذه الاقامة ذات الطبع السكنية بموقع الاستراتيجي لفاق الكأن بتقسيم جيم نابل قطع عدد 67 وتحتوي هذه الاقامة على شقق فخرة من الطراز الرفيع تنفتح على مساحة خضراء شسعة تتوسطها مسابح للكبار والصغار اقامة اوكزاليس العقارية تحتوي على مأوهام للسيارات لجميع سكان الاقامة المعرض العقاري باستراليا تنطلق من 29 الى 31 من اوت من سنة 2014 فعالية الصالون العقاري باستراليا في ثلاث اكبر مدن الاسترالية وهي بيرث سيدني وميلبورن حيث يقام هذا المعرض مرة كل سنة ويستقطب العديد من رجال الاعمال والبعثين العقاريين بهدف تطوير العلاقة بينهم في مجال الاستثمار العقارية الى جانب التعرف على احدث تقنية البناء في المجال العقارية واضخم المشاريع العقارية المزمعي انشاؤها نهاية الاخبار العقارية الى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة